بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة احتفال الغرفة باليوبيل الماسي وفيما يلي نصها الأخوة الأعزاء رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سرورنا أن نبعث إليكم بخالص التهاني والصادق التمنيات بوافر الصحة والعافية مقرونة بالتهنئة والتبريكات الخالصة بمناسبة احتفال غرفة تجارة وصناعة البحرين باليوبيل الماسي إن احتفال الغرفة اليوم بيوبيلها الماسي ليس احتفالا خاصا بها فحسب وإنما هو مناسبة يحتفل بها الوطن بأكمله لما تمثله من غرفة من مكانة مهمة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر وشاهدا أمينا على حقبة من الزمن مرت فيها المملكة مما يؤكل جدارتها بأن تواصل دورها الحيوي ممثلة للحركة التجارية والصناعية سائلين المولى عز وجل مواصلة العطاء بكل النجاح والسداد في مسيرتكم المباركة والله الموفق إلى سواء السبيل مركز تجاري جغرافي هام هذا ما عرفت به البحرين منذ أقدم العصور مفهوم من المهم أن يترسخ في أذهان الجميع ليروا أن ما وصلت إليه البحرين اقتصاديا اليوم لم يكن بمحض الصدفة غرفة تجارة وصناعة البحرين أكبر شاهد على الدراية التجارية الكبيرة التي تشهدها البحرين وأهلها فهي تعد أول غرفة تجارة في منطقة الخليج العربي حيث تأسست عام 1939 تحت اسم جمعية التجار العمومية وذلك بعد اجتماع عدد من التجار آنذاك وتأكيدا لريادته في مجتمع الأعمال البحريني تحتفل الغرفة اليوم بمرور 75 عاما على تأسيسها برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه دعم متواصل يحظى به القطاع الخاص من خلال توجيهات سموه للجهات الرسمية بإشراك الغرفة في إبداء الرأي فيما يخص الشأن الاقتصادي والقطاع الخاص الحكومة تدعمنا في كل مراحل هذه واحدة شاكرية لسوه رئيس الوزراء والقيادة الرشيدة جلالة الملك وطبعاين والسمو والي أحد على دعمهم وإصرارهم على التواجد في جميع المناسبات التي تقوم بهذه الغرفة هذا اليوم هذا يعني بجرد تتويج لما تبعى التعاوض اللي يبرع علينا في هذه السنوات 75 جهود ملموسة وإنجازات كثيرة سهمت بشكل كبير في تنمية وازدهار اقتصاد البحرين الوطني من خلال ما تقوم به الغرفة من تمثيل للقطاع الخاص للدفاع عنه وحماية مصالحه غرفة تجارة وصلاعات البحرين تعتبر أعرق غرفة خليجية تأسست سنة 1939 وكانت مساهمت في دول مجلس التعاون الخليجي أنذاك في دول الخليج العربية هو عملية ترتيب الوضع التجاري في مملكة البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي اليوم القلوفة تمثل القطاع الاقتصادي البحريني وتحاول تجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية ودائما وأبدا هي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي حفل اليوبيل الماسي للغرفة يعد أيضا بمثابة مناسبة وفاء وعرفان لأهل الفضل من تجار البحرين الذين قامت الغرفة بفضل جهودهم التي مهدت لتطور مسيرة النشاط التجاري والاقتصادي في البحرين القافلة التي لا تقف هي قافلة الرياضة الاقتصادية التي تشيرها غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ خمسة وسبعين عاما برزت من خلالها مكانة البحرين تجاريا وصناعيا على مستوى المنطقة بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين